تجيح بالأكل كيك ولكن قلت هنا الكيك ملغم وإذا أترجم المكونات سأنام الليلة في الماركت فجبت شيء بديل عن الكيك اللي هو اليوم الانترو من الشارع إذا كنت تعرفوا ليش تستعملوا لايك وشارك وسبسكراب ويبدأ الفيديو اليوم هو 16 و 1 الذكرى الشهرية لوجودة بألمانيا مثل اليوم أنا أجيت على ألمانيا أحبب هذا اليوم أجي أعيد الذكريات من أول ما وصلت على محطة الترين اللي هي هلأ وراي محطة الترين لا محد ما وصلت على البيت بس في كتير كوليس هون وناس متجمعين ما بعرف ليش فأنا خايفة أقرب أو أطلع فزي أكي أنه هلأ انزلت ما بدي علق ما بعرف قدين بيني بس هذا الكتار ووقف هون بهاي الساعة بالضبط انزلت هذا محطة الترين كان في درجة كتير طويل فكت حملي الشناتي كمان وإجري مكسورين وحالتي حالة حالة حملتها للشنطة عقيدة ونزلت فيه على هاد الدرجة وكان فيه أنا مش كنتش عارف انه هي المحطة التريني كتير مهجورة فما بتعرف وينه المدخل من المخرج فشفت واحد نازل فأنا لحقته وطلعت معاه وطلعت من هون محل ما هني واقفين قصة العالم طلعت ومشيت هاي الطريق كلياتها لاحظ ما وصلت على البيت فأنا هلأ رح قمشي نفس الطريق اللي مشيت فيه وقتها كنت كتير تعبان وكنت حاسة الطريق كتير طويلة مع انه الطريق بس بياخد خمس دقايق عن البيت فرح قمشي نفس الطريق فأرجيكم الطريق اللي مشيت فيه فأنا اجيت من هون مشيت هاد الطريق بوقتها ما كان مع رقم تليفون ولا شي بس كنت منازلي جوجل ماب اوفلاين فهذا الاساس كنت ماشي مشيت هون فقلطت هاد الطريق بلا ما اعرف انه ازا فيه اشارة ولا لا بس هيك قلطت عشر بس انه بدي اوصل للجهة التانية فوقتها مشيت من هون فوقتها اول ما اوصلة كنت اطلع هيك بس عشان اشوف كل الاشياء اللي حوالي فوقتها عن جوجل ماب كتب لي انه بدي خمس دقايق امشي لأوصل انا بس قطعت الطريق هناك البيت يم اخر بيت يعني على الموجود هناك هو كتير قريب بس بهذاكا اليوم كان كتير بعيد وحسيت اني مشيت كتير 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 مع اني فعليا ما مشيتش عشر دقايق هاي هي البناي اللي مكتوب عليها بالاحمر ما بعرف قدين بيني بالظبط بس خيلوا يعني ما فيش عش دقايق كانت كتير قديبة بس عن جدي بوقتها وحسيت كتير بعيدة ما بعرف لي هاي سابع مرة بعيدة لهاي الزملة خلاص عاد خلاص 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 سكني هون بهاي البناي اللي مكتوب عليها بالاحمر ممكن كنت كتير تعباني وكان ما عايش هناتي خسيت انه مشيت كتير بس معاني كتير قريب قس كل يوم بروح بديقتين لاني خلاص احفظت الطريق حتى اني كنت عم بطلع على جوجل ماب بكل الوقت صلت له هون وقطعت من عند هاي الاشارة هناك هو البيت جيت لهون ووقفت هون بالضبط مع غراضي كان فيه بهذاك الشباك فيه شاب قاعد عم بدخن تعرفوا هاي اللحظة انا اطلع علي هو يطلع علي انا اطلع علي هو يطلع علي اخر شي اولت هاد اروح اسأله ما رح اخسر شي رحت لعنده وبوقتها مابس واحده وعشرين سنة ابو متر وسبعين تقريبا اشقر عيونه عسليات عم بدرس كمفيتر انجينير كان اول شخصه تعرفت عليه هون الله هو اكبر الله هو اكبر ايه وقتها ايجا لهوفمان وطلعنا عالبي ثاني حدا تعرفت عليه هو هون شاب اردني بس ما بعرف عنه ولا اشي بس كانت بحاجة مرة لانزل برنامج هو نزال لي بس عرفت ان هو اردني بس ما عرفت معلمات عنه يعني حال انق رح افرجيكم شي رح تنصدمه او يمكن اللي حالي بس رح انصدم بس الموم انه هاي مفاجئة ترى ترى غيرت ديكور الغرفة او مي جد بالله ما صارت احلى اذا بتشوفوا الفيديوهات اللي قبل بتارف كيف كانت شكلة للغرفة كانت فاضية وفي كتير مساحات مائلها داعي فانا مليتها بالطريقة اللي شفتها مناسبة بعد ما عاشت فيها شهر حسيت انه انا هيك بارتاح احسن وهي اول ليلة عفكرة بنام هيك بمرتاحة هون كانت تخت ما بحرف ما كنت انا مرتاحة فيه اشياء نفسية بس هون كتير حبيت وهيك بقوم من المطبخ بقضغر على الاتخد يعني بلاء اي جود هون بدي اروح من المطبخ اجيلة هون السمعة هش فيدى اتحرك هالأدى ف weighing بله مدفجأتوا اول يوم اجيت فيه رحنا انا وماكس عند كوفلاند علي الماركت هاي فأنا اليوم أحياءت للذكر روحت كمان لعنده وتبضعت من عنده اليوم أحياءت للمناسب كنت حابة أجيب كيكة تجح بالي أكل كيك بس قلت هنا الكيك ملغم وإذا بدأت أترجم المكونة رح نام الليلة بالمارض فجبت إشي بديل عن الكيك اللي هو التكتوك مليام منه كل ما أفتح التكتوك بلائة منه فأقولك لماذا لا نجرب الكنافة بس على الطريقة الألمانية فأنا نجربها سوا اسمها نابلسية على الطريقة الألمانية ليس كنافة على الطريقة الألمانية لا أعرف ما الفرق بين الكنافة والنابلسية لكن المهم طلع أنه فينا أضعها بالزيت ثلاثة لأربعة دقائق وبتصير جازي وفينا بالفرن بس أنا لا أعطي فرن فرن فأعملها بالزيت أوه بيها أربعة وفيها هذا بعتقد هذا الأشي مقلاي ما بعرف قداش لازم نحط زيت بس أنا رح أحط هنقدم نح هنقدم أنه بس نحطها بالزيت لازم نقلبها عشان ما تنحرق يعني حطيت الزيت عشان يغلق وفتحتها يغلق فكرة رحيتها كثير حلوة صح بمناسبة أنه اليوم بسلي شهر وأخيراً لقيت محل ببيع خبز عربي كنت أكل البيت بغضرة وبيت بخبز التوست وأخيراً سأكلها بالخبز العربي ها هي أحسن إنجازة عملت بهذا الشهر لأكل جبنة angi pegحان نحن أضح نحن نضع على فلك كنت زيت وعشبت هذا الاشي عليها. قدر تطلع قطع اكلها. فكرة نقصة قطر. نكون رائحة. حن جد رائع. مع انه هذا الاشي اللي زيادة حلوه بس بعد يضغط. وهي كم يكون وصلنا لاخر الفيديو اذا عجبكم الفيديو ما تنسى تعملوا لايك وشارك وسبسكرايب. قولوا ليش رأيكم بالدكور الجديد. بشربكم الفيديو الجاي. باي. انا رح اكفي اكل هاي. انه ليس تمساحا عاديا. انه تمساح بيلوبونك كينغ. وهو ذكر يبلغ طوله خمسة امطار ونصفا. متمرس في المعارك. ويسيطر على هذه المياه. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر